في الصيام المتقطع كيف نصوم بطريقة صح مرحبا جميعا ويا رب تكونوا بألف خير في هذا الفيديو راح نحكي عن نظام غذاء جديد وراح نحكي لكم عن الوجبات بالتفصيل راح نعطيكم تفاصيل النظام كيف راح تطبقوه بطريقة صحيحة كيف راح تاكله وشو راح تاكله في البداية يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس تنبيهات حتى يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد عم ينزل سواء من تمرير رياضية أظم الدات وأي فيديوهات ممكن تستفيدوا منها فانزلوا هلا ويكبسوا على زر الاشتراك وكمان يا جماعة اللي حاب يبدأ معنا شهر جديد من برنامج الداية المجاني التمارين المنزلية البرنامج القذائي المتابعة المجانية للجميع يكتب اسمه بالتعليقات ومباشرة راح أبعث لكم رابط لجروب الصيام المتقطع كيف نصوم بطريقة صح باختصار خلينا نكون عارفين أنه نظام الصيام المتقطع هو نظام راح ناكل فيه لساعات معينة ورح نمتنع عن الأكل لساعات أخرى خلال اليوم يعني راح نصوم لمدة 16 ساعة ونفطر لمدة 8 ساعات فقط وهالنظام يعتبر من أنجح الأنظمة الغذائية المختصة بالدايت والمختصة بالنزول الوزن ببساطة النظام ممكن تستخدمه كأسلوب حياة من دون أي مشاكل وأي عوائق صحية طيب عرفنا بداية أساس النظام أديش راح نصوم أديش راح نفطر خلينا ندخل بتفاصيل النظام طبعا نظامنا الغذائي يا جماعة والصيام المتقطع ببلش معنا من الساعة 12 الظهر ببلش إفطارنا لغاية الساعة الثامنة مساء خلال هالثمان ساعات هو مسموحنا نأكل فيهم من الثماني المساء لتاني يوم الساعة 12 الظهر هو فترة صيام بعيدا وامتناع كامل عن الأكل مع إمكانية شرب المي للقهوة السادة والشاي طبعا راح نحكي فيهم فيما بعد طبعا خلال الثمان ساعات اللي مسموح فيها إنه إحنا ناكل راح ناكل وجبتين رئيسيات راح نحكي عنهم هلأ وراح يكون بالنص وجبة خلن نحكي سناكات إذا حسينا بالجوع الوجبة الأولى يا جماعة راح تكون الساعة 12 الظهر يعني أول ما يبلش موعد إفطارنا راح ناخد وجبتنا الأولى الوجبة الثانية راح تكون ما بين الساعة السادسة للثامنة مساء ويفضل إنها تكون متأخرة يعني قبل ما يبلش صيامنا ساعة 8 سبعة ونوص سبعة ممكن ناخدها ولكن ما نفتت الساعتين حتى نرتب أمورنا ناكل فيهم الوجبة الثانية بس قبل ما ندخل بموضوع وتفاصيل واختراحات الأكل بدي أعطيكم معلومة كتير مهمة ضروري يا جماعة نلعب تمرين الكارديو قبل الوجبة الأولى تمرين الكارديو وتمرين المعدة التمرين بالشكل العام المختصة بحرق الدهون ضروري نلعبها قبل الوجبة الأولى يعني ممكن نلعبها ما بين الساعة 10 ونص 11 لغاية الساعة 12 نخلص تمريننا نرتاح ناخد الدش والروح على الوجبة الأولى ولكن مهم جدا للناس اللي بدها حرق دهون أسرع وماذا تخرص من دهون البطن تلعب تمرينها على معدة فاضية طيب شو الهدف انه نلعب تمرينها قبل وجبة الأكل يعني على معدة فاضية أول ما نصحة من النوم فيما حكينا قبل شوية جماعة من الأشياء المهمة اللي بتساعد على زيادة معندل حرق الدهون في الجسم هو اللعب على معدة فاضية لأنه الجسم تقريبا بكون مخازن الطاقة مستنفذها كامل فبتجأ للدهون العنيدة حتى يحولها لطاقة ويستفيد منها ويكمل المجهود اللي احنا بنعطيه وبالتالي احنا بنعلي من معدلات حرق الدهون بالجسم وخصوصا الدهون العنيدة وزي ما حكينا يا جماعة بوقت الصيام 16 ساعة عادي اشربوا قهوة اشربوا شاي اشربوا ماء ما في مشكلة ولكن الاكل هو اللي ممنوع بسؤال ممكن نشربها سادة أو ممكن نضيف لها سكر الدايت اللي متعود يشرب سادة القهوة والشاي ما في مشكلة اللي ما بيقدر مستحيل ممكن يستخدم سكر استيبيا الدايت بكميات قليلة طبعا ويحل فيها قهوة وشايه بس ضروري يا جماعة نقطة مهمة مش معناته انا مسموح لاشرب قهوة وانا صايم اول ما اصحى من النوم بفترة الصيامة اشرب قهوة على الريء ومع الاتفاضي اكيد لا يا جماعة القهوة بنخليها بعد ما نتناول الوجبة الاولى انبلش باول وجبة زي ما حكينا الساعة 12 اول ما يبلش موعد افطارنا بناخد اول وجبة وجبة الافطار شو ممكن ناكل بهاي الوجبة راح اعطيكم سبع اقتراحات مش ضروري تعملوها كلها شوفوا انتو شو اللي بناسبكم شو امكانيتكم شو المتوفر عندكم وصحة وهنا خلينا نشوف الاختراحات وجبة الافطار الاقتراحي الاول طبعا زي ما انتو شايفين معنا بيضة مسلوقة عدد واحد بيضة كاملة طبعا مع صفارها اربع قطع من الجبن الاريش بالاضافة طبعا لنص الغيف اسمر اسمر يا جماعة مش ابيض وشوية خضار تكون على الوجبة ورح تاخده جميع المكونات الغذائية بطريقة كتير سهلة وبسيطة وكمان ممتعة الاقتراح التاني طبعا رح ناخد ست مربعات من الجبن الاريش وهي متوفرة طبعا مين ما كنتو مع حبة تفاحة خضرة مع نصف رغيف اسمر وكوب حليب كوب حليب خالي الدسم او كامل الدسم على حسب جسمكم وشو بيتقبل الاقتراح التالت من وجبة الافطار طبعا تلات معالي شوفان مع نصف موزة مع اربع حبات لوز وكوب حليب وتوت رح تعملوا طبق يعني مشكل من هاي الامور رح تضيفوا كل هاي العناصر مع بعض وتخلطوهم وتاكلوهم رح يكون وجبة كتير لذيبة وكمان كتير مفيدة للكم وما فيها ابدا ملل بالعكس طعم كتير رائع وسهل تحضيرها بوقت كتير قصير الاقتراح الرابع من وجبة الافطار رح ناخد اتنين بيض اومليت بالخضار طبعا رح نعملوه بقليل من الزيت الزيتون مش نستخدم الزيت العادي لا زيت الزيتون نعمل قليل منه البيض بالأومليت بالخضار طبعا رح ناكل معه خبز اسمر رغيف كامل طبعا اسمر مع كوب حليب زي ما حكينا خال الدسم او كامل الدسم على حسب جسمكم وكيف بيتقبل هادا الموضوع الاقتراح الخامس من وجبة الافطار رح نعمل بانك كيك بالشوفان وهالوجبة كتير انا بالنسبة لي مميزة اتنين بيض طبعا واحدة رح تكون مع صفارها وواحدة بدون صفار فقط البيض مع ثلاث معالق شوفان مع ملعقة صغيرة من بيكن باودر وملعقة صغيرة من الهيل والقرفة طبعا رح نخلط كل هاي المكونات مع بعض عشان نكون عارفين كيف نعملها رح نخلط كل المكونات هاي مع بعض حلو وبعديها رح نجيب الروحة للفرن شوية زيت زيتون تمام بالمقلة ورح نحط هاي المكونات عبارة عن دوائر تمام ورح تدوء الطعم كتير رائع رح يكون بالنسبة لي لكم الاقتراح السادس من وجبة الافطار هو عبارة عن جبنة بيضة مع شريحة تيركي مع خبز اسمر نصف رغيف وكوب حليب وخضار تنويع وجبة كتير حلوة ولذيذة وسهلة تحضير الاقتراح السابع من وجبة الافطار طبعا رح نجيب اللبني وانتو عارفين اللبني القليل جدا من الفول السوداني عشان فيها شوي الدسم مع نصف حبة موزة كوب حليب ونصف رغيف اسمر كمان وجبة كتير رائعة كتير مفيدة ولكن اهم شي ناخد القليل من الفول السوداني زيت الفول السوداني لحتى ان شاء الله ما تعطينا دسم كتير بجسمنا هيك بنكون خلصنا سبع اقتراحات من وجبة الافطار وزي ما حكينا قبل شوية جماعة بعد هيك خلصنا منكون وصحة وهنا للجميع بعد ما شوفتكم الاقتراحات اللي ممكن ناكلها بإمكاننا بعد الوجبة الاولى ناخد قهوتنا ما فيه اي مشاكل ومعدتنا مرتاحة ودخلت فيها الاكل وامورها تماما طيب قبل ما نروح للوجبة الاخيرة الوجبة التانية ما بين الساعة 6-8 مساء في حال خلال هالفترة انا لو حسيت بالجوع شو ممكن ناكل هل اجوع حالي ولا ممكن ااخدوا شوية اسناكات او اشياء معينة تشبعني تعطيكم شوية اقتراحات لا اشياء صغيرة في البيت اسناكات ممكن تاخدوها تعطيكم احساس بالشباع وخفيفة على المعدة خلينا نشوفها طبعا شو ممكن ندخل اسناكات على وجباتنا طبعا احنا هل احنا مضطرين على اسناك او لا انتو على حسب ما انتو بتحبو بين الوجبات او لا ولكن فيه اقتراحات ممكن تدخلوها كوجبات اسناك ثلاث حبات تمر مع اهوة الاهوة احنا عارفين قديش نوعا ما بتسد المعدة او بتاخد حيز من المعدة مع ثلاث حبات تمر ممكن تعطينا بور قبل التمرين حبة خيارة مع خس وجرجية طبعا خضارة كتير مهمة وما بتضر ابدا وبتعطينا اشباع كافي وفوائد كتير مهمة حبة تفاحة مع نصف موزي وبرتقال وكيوي يعني سلطة فواكه بمعنى اخر تعطينا كمان مجموعة من الفيتامينات الطبيعية وكمان بتعطينا اشباع صحي من دون اي ضرر اقتراح قبل الاخير طبعا ممكن ناخده مكسرات لوز وكاجو بحجم قبضة اليد واحنا عارفين اللوز والكاجو هي عبارة عن دهون صحية احنا بحاجة لها ولكن تكون كمية زي ما حكينا بحجم قبضة اليد لحتى ما ناخد فوق احتياجنا اللازم الاقتراح الاخير للاسناكات ممكن ناخد علبة لبن او زبادي سواء لايت او خال الدسم او الدسم ما فيه مشكلة في الحالتين ممكن تاخدوا هاي او هاي وتعطيكم اشباع كافي من دون اي ضرر زي ما شفتوا انتو الاسناكات الخفيفة ممكن تاخدوها على الوجبة اللي بالنص او حسينة زي في حال حسينة بالجوع هي مش اجبارية طبعا خلينا نروح للوجبة التانية الاساسية اللي هي الوجبة الاخيرة لان احنا مسبوحنا وجبتين اساسيات بس اخدنا الوجب الاولى شفنا الاقتراحات هلا بدي اشوفكم اقتراحات الوجبة التانية هي وجبة الغدا خلينا نسميها وهي الوجبة الاخيرة ما قبل الصيامنا ضروري يكون فيها كل المكونات الغذائية وتحسسنا بالشبع وتكون امورنا تمام وعالي العال خلينا نشوف الاقتراحات للوجبة التانية اول اقتراح بوجبة الغدا تمام رح يكون اربع معالق رز مسلوق طبعا المسلوق زي ما حكينا سابقا منزل الماء تاعته لحتى ما تعملنا النشا اللي هي السمنة في البطن رح نزل الماء تاعته بعد ما نعمله ما نخلي الماء تنشف على الرز مع صدر دجاج سواء مسلوق او مشوي على حسب انتو شو بتحبه مع طبق طبعا من السلطة خالي من البندرة لحتى ما تعملنا احتباس سوائل البندرة هي الطماطم طبعا مع رش قليلة من زيت الزيتون على الطعام ما نطبخ الأكل بزيت الزيتون ولكن ممكن الرش رش صغير من زيت الزيتون على الرز او على الدجاج تمام هذو كان الاقتراح الاول الاقتراح التاني طبعا نحناخد بوجبة الغداء ممكن ناخد نصف حبة بطاطا مسلوقة او مشوية بالفرن مع صدر دجاج مع طبق السلطة تمام وجبة كتير مفيدة فيها شوية كاربوهيدرات قليلة جدا مع صدر دجاج طبعا بروتين عالي مع طبق سلطة لحتى الخضار كتير مفيدة لإلنا وما فيها أي ضرر مهما أكلنا منها بالعكس فيها كتير من المكونات الغذائية اللي ممكن نستفيد منها الاقتراح التالث لوجبة الغداء ممكن ناخد سمكة مشوية الناس اللي بتحب السمكة يا جماعة سمكة مشوية مع خضار صلطة او مطبوخة طبعا بدون زيت يعني الخضار اما تكون صلطة او ممكن نحطها على الفرن نحطها في مي وعلى الفرن بدون زيت طبعا نخليها تنطبخ بدون زيت طبعا ويكون طعمها كمان كتير رائع مع السمك وبتاخدوا وجبة كتير فيها المكونات الغذائية رائعة من ناحية البروتينات الاقتراح الرابع طبعا لوجبة الغداء رح ناخد كفتة مشوية تمام هلأ انتم مجبرين بكل هاي الاقتراحات بكم تعملوها لا على حسب المتوفر عندكم وإمكانياتكم طبعا المادية ولكن أنا بعطيكم اقتراحات لحتى ما تتحييروا كتير بالأكل كفتة مشوية طبعا بدون زيت أو القليل جدا من زيت الزيتون تمام مع ثلاث معالي رز مسلوء زي ما حكينا كيف نعملو بأول اقتراح مع سلطة خضار رح تاخدوا كل المكونات الغذائية بطريقة كتير سهلة تحضير وكمان طعام كتير رائع الاقتراح الخامس لوجبة الغداء رح ناخد صدر دجاج مشوي طبعا مع صدر الدجاج اما مسلوء او مشوي بالقريل او بالفرن على حسب انتو كيف تعملو المهم ما يكون طبعا محصوط عليه زيت صناعي ممكن رشت زيتون بسيطة ممكن طبعا ما في مشكلة ولكن ما تكون كميات كبيرة رشت كتير بسيطة من الدهون الصحية زيت الزيتون الاقتراح السادس لوجبة الغداء رح ناخد علبتين تونة على الاثنين طبعا علبتونة كتير مفيدة علبتونة اهم شي نجيبها تكون في المي او بزيت الزيتون وحتى نصف فيها ولكن اذا ما كان متوفر عندنا هاي وهاي ممكن نجيبها بالزيت العادي ولكن نصف الزيت منها بطريقة كتير لحتى نحاول قدر الامكان ان نشفها من الزيت رح نضيف عليها طبعا صلطة خضار مع رش صغيرة من زيت جوز الهند او زيت الزيتون او بدون طبعا حسب ما انتو بتحبه ورح تاخده وجبة غذائية على الغداء متكاملة الاقتراح السابع لوجبة الغداء والاخير طبعا خضار مطبوخة مع لحمة ستيك او صدر دجاج بدون زيت كتير سهل وهاي يمكن من الوجبات الاساسية عندي انا رح تجيبه الصينية وتحطه فيها الخضار بانواعها طبعا ورح تحطه صدر الدجاج او كذا صدر الدجاج حسب انتو بتحضروا الاكل لكم يوم او لحم ستيك وبتضيفوا مي في الصينية وبتحطوها على النار بعد فترة كتير قصيرة رح تشوفوا انه انطبخ الاكل هاي من دون زيت بالعكس وطعم كتير رائع وكمان يعني تاكلوا منها وانتو مرتاحين ومعدتكم مرتاحة هيك بنكون خلصنا سبع اقتراحات لوجبة الغداء بس يا جماعة زي ما انتو شايفين اقتراحات بالتنوع خدوا اللي انتو بتشوفوا مناسب لكم والمتوفر عندكم واللي على حسب امكانياتكم المادية ما تضغضوا حالكم ابدا لفترة الدايت كلوا من الاكل المتوفر عندكم ضمن النطاق اللي حكيتلكم ايا انا وبعيد ومنبع على نقطة كتير مهمة انه مجرد ما خلصنا الساعة الثامنة مساء بلش صيامنا ممنوع ناكل اي نوع اكل نتناول اي صنف من الطعام شو مكان اي نوع كان حتى لو زبادة حتى لو لبن حتى لو اي شي كان ممنوع ناكل نهائيا مسموحنا زي ما حكينا المي اشربوها اهوة اشربوها شاي اشربوها بدون سكر او باستخدام سكر الدايت الاسيبيا وزي ما حكينا يا جماعة مهم جدا وانا بنصح الناس انه تمرينهم يكون قبل الوجب الاولى صباحا على معدى فاضي لانه منحرق دهون اكثر ولكن في ناس ممكن لظروف ممكن تلعبوا تمرينكم خلال التمن ساعات اللي المسموح فيكم تفطروا فيها ممكن تلعبوها قبل وجبتكم الاخيرة بساعة تمام ممكن تلعبوا تمرينكم ما في مشكلة ولكن تحذير مهم ما تلعبوا اي تمرين واي مجهود بعد الساعة تمانية مساء يعني اذا ما قدرت تلعب الصبح وما قدرت تلعب خلال التمن ساعات ما تلعب رياضة المساء ممنوع تلعب فيه لما تبلش صيامك الساعة ثمانية رح أخلص افطاري هل مسبوح ألعب الساعة تسعة والساعة عشرة والساعة داعش أكيد لا يا جماعة لأنه ضروري جدا بعد تمريننا بساعة ناخد وجبه فيها بروتين فيها كل المكونات الغذائية حتى تخلي الجسم بحالة صحية جيدة فإحنا لما نكون صايمين ونلعب رح نستنى لتاني يوم حتى نأكلوا هذا جدا خاطئ يا جماعة فلازم يا إما تلعبوا الصبح قبل الوجب الأولى أو خلال التمن ساعات اللي مسموحة فيها الأكل إلعب وتمرينكم ما في مشكلة فنظام الصيام المتقطع نظام سهل وبسيط وكمان بساعد جدا بعملية حرق الدهون وإنزال الوزن رح تشوفوا فرق مجرد ما تطبقوا إن شاء الله حاولت أعطيكم تفصيل بسيط للموضوع وأقترح عليكم واجبات حتى ما أحيركم كمان مرة اللي حاب ينضم لبرنامجنا الدهات المجاني يكتب اسمه بالتعليقات واشتركوا يا جماعة بالقناة وفعلوا جرس تنبيهات حتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد عم ينزل يارب يكون الفيديو بسيط ولطيف لكم وقدرنا نوصل المعلومة قدر الإمكان مستمرين إن شاء الله ببرنامج الدهات المجاني مستمر معكم دون توقف إن شاء الله حتى الكل يستفيد ويأخذ المعلومات الكفاية أشوفكم بفيديو جديد يا جماعة دائما أبدا إحنا أقوى ناس في العالم يعطيكم العافية